أوعتي أسم من روح الله أوعي تقول لنا دعيت كتير وما فيش فايدة لا فيه فايدة لأن إجابة الدعاء ببساطة تأخذ صورا مختلفة والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن ما من مسلم يدعو دعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله تعالى بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له في الدنيا وإما أن يدخر له في الآخرة وإما أن يدفع عنه من السوء مثله أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لي أنت دعاءك مستجاب دعاءك إيه مستجاب مستجاب إزاي بس أنا دعيته وما شفتش نتيجة قال واحد من طرق الإجابة إما أن يعجل له يعني يدعو يرى الإجابة على طول زي ما ربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه الرجل وقال يا رسول الله هلكت الماشية وهلك الزرع من قلة المطر يعني ما فيش مطر ولا في ماء والصحراء كما نعلم يعني اعتماد أغلبها على مياه الأمطار والأبار وهكذا فقالوا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه اللهم اسقنا وجعل يدعو صلى الله عليه وسلم فما خرجوا من المسجد إلا وقد نزل المطر وظلت تمطر جمعة يعني عادي تمطر أسبوع كامل الله دي إجابة إجابة عاجلة لله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في ساعتها هذا تعجيل طيب لما الجمعة اللي بعدها دخل هذا الرجل أو غيره وقال يا رسول الله هلكنا من كسرة المطر صلى الله على نبينا وسلم سبحان الله العظيم إنه يدعو فالكل يرى هذه المعجزة ويرى هذا التكريم من الله عز وجل وينزل المطر بهذه الغزرة فإذا به صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم حوالينا لا علينا فتمسك السماء المطر بإذن الله سبحانه وتعالى وتطلع الشمس وشوف الشمس بقى خلاص ده إجابة عاجلة وفورية للدعاء وربما أنا وأنت حدث لنا هذا كثيرا إن لم يحدث لنا حدث لأحبابنا وحدثنا من حولنا بدعوات دعا الإنسان بها أو جربنا نحن ذلك دعونا فرأينا إجابة مباشرة لكن هل ده على كل حال يعني على طول بيحصل ده قال لك لا عندما يرى ربنا أن من صالحنا وأن من الحكمة أن يعجل لكن أحيانا قد يؤخر الله عز وجل الإجابة زي دعوة سيدنا موسى كذا وزي دعاء سيدنا إبراهيم شوف ربك سبحانه وتعالى لما يحكي لنا عن سيدنا إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم في الأمة دي اللي هي من ذرية سيدنا إبراهيم وإسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يطلع عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيم إنك أنت العزيز الحكم فأنشئت هذه الأمة وبعث فيهم هذا الرسول بعد مئات السنين وده خليل الله إبراهيم أبو الأنبياء فيستجيب الله دعاءه في الوقت الذي يريد وبالكيفية التي يريد سبحانه وتعالى فمن نحن في مقابل سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم هذا كليم الله وهذا خليل الله علشان الواحد مننا يدعي شوية فيتأخر الإجابة فيقول له خلاص حبط لدعي لا نظل ندعو طيب لأن الدعاء ببساطة هو عبادة وديها نأتي إله بعد قليل حتى وإن لم ترى إجابة فهذه عبادة لله سبحانه وتعالى طيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله وخاتم رسل الله صاحب المقام المحمود والحوض المورود وشفاعة العظمى الذي قال له ربه ولسوف يعطيك ربك فطرده يدعو على الكافرين سيدنا عبد الله بن مسعود يقول لما وجد الكافرون النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا عند الكعبة فقال بعضهم لبعض من يأتي بسلى جزور بني فلان ويلقيها على محمد وهو ساجد مين اللي يجيب أعزكم الله القازرات اللي بتخرج مع الناقة أو المولودة يعني أشياء قبيحة وسيئة مين اللي هيجيبها ويؤذي محمدا وهو ساجد ويلقيها عليه فإن بعث أشقاهم وجاء بهذا وفعل كذا فجعلوا يتضاحكون فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم عليك بفلان وعليك بفلان وعليك بفلان دعا عليهم جميعا شوف النبع عليه الصلاة والسلام في مواطن كان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون وقيل له ادعو على المشركين في موطن من المواطن قال إني لم أبعث لعانا وكان يأمل أن يهدي الله عز وجل هؤلاء ويهديهم للإسلام ودعا ربه أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا لكن في بعض المواطن كان يدعو على هؤلاء الذين اشتد إيذاؤهم للمسلمين والذين اشتد إيذاؤهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقنط أحيانا يدعو على قوم لأنهم قتلوا أصحابه وغدروا بهم فلهذا موطن ولهذا موطن ولهذا حكمة ولهذا حكمة فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دعا عليهم ذهب عنهم الضحك بدأوا يخافوا من دعاء النبى عليه الصلاة والسلام قال سيدنا بن مسعود فلقد رأيتهم هؤلاء الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلقد رأيتهم صرعا في القليب يوم بدر اللي النبى عليه الصلاة والسلام دعا عليهم دول شفتهم وهم قتل في غزوة بدر وجروا حتى ألقوا في القليب حتى دفنهم النبى عليه الصلاة والسلام حتى تكريم الإنسان حتى العدو لم تترك جسسهم لتأكلها السباع ولتأكلها الدواب وإنما دفنوا فبول شفتهم وهم في القليب كم بين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستجابت هذا الدعاء على هؤلاء المشركين سنوات طب هل نحن يعني أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مرة يدعو فيستجاب الدعاء في الحال ومرة أخرى يدعو فيؤخر الله عز وجل هذه الإجابة في الوقت الذي يريد وبالكيفية التي يريد سبحانه وتعالى فلنتعلم من هذا نتعلم ماذا ألا نيأس إذا تأخرت الإجابة عنا قليلا أو حتى إذا تأخرت كثيرا